براحب بحضراتكم مرة تانية طبعا يوم مليان بالمباريات المهمة في الشامفينز ليج أو دوري أبطال أوروبا ودايما يوم ليبرفول بيلعب المصرين كلهم كلنا قاعدين مستنيين المباراة حتى لو مش مهمة أوي طبعا كمان مباراة ريال مادريد وانتري هي اللي وقدر الزخم الأكبر طبعا الاهتمام الأكبر وكأنها مباراة في الأدوار الإقصائية من الشامفينز ليج خليني أقول لحضراتكم مباراة النهاردة بالتفضيل قبل ما نروح لناقدنا محمود باهي ناقد الرياضي ونتكلم معاه أكثر عن مباراة الشامفينز ليج النهاردة هيكون بروسيا مونشن جلاتباخ بلاعب شختار وريد بول سالسبرغ مع بارنم يونيخ كمان انتر ميلن مواجهة قوية زي ما قلنا مع ريال مادريد منشستر سيتي مع أولمبياكوس وبورتو مع مارسيليا كمان ميتلند الدنماركي مع آيكس أمستردام وليفر بول مع أتالنتا طبعا يعني مباراة مهمة ولكن زي ما قلنا الأهم ليبر بول وكمان مباراة ريال مادريد طبعا قلنا ريال مادريد يمكن متزبزب من أسبوع لآخر وبعد ما خسر من شختار والتعادل مع بروسيا مونشن جلاتباخ مطالب ان هو يفوز في المباراة دي شكرا شكرا